إني صدوق مصلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع عليهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقة اللي فاتت من برنامج تعالوا نقرأ معاً هذا الكتاب أرينا الجزء الأول من الفصل السابع من الكتاب بعنوان يصلحه الله في ليلة والكتاب اللي نقرأ مع بعض هو كتاب السيرة المطهرة اللي يذكر بعض اللمحات من حياة وأعمال وأقوال حضرة مؤسس الجماعة الإسلامية الأحملية سيدنا أحمد الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام وعرفنا في الحلقة اللي فاتت أن الإمام المهدي كان بيعاني من أمر من الأمور كان بيعيروا به العلماء والأدباء في وقته وهو أنه ما كانش يعرف من اللغة العربية إلا مبادئها وقشورها ما كانش يقدر يكتب مقالات أو كتب باللغة العربية فدع الله سبحانه وتعالى أن يعلموا هذه اللغة عشان يكون أوحد أدباء عصره فعلموا الله تعالى أربعين ألف من جزور اللغة العربية في ليلة واحدة وبكده اتحقق كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى حيصلح الإمام المهدي في ليلة واحدة وأصبح بالفعل فارس ميدان الأدب فكتب يتحدى الأدباء والعلماء اللي كانوا بيعيروه وطلب منهم أنهم يبارزوه ويناضلوه فكتب العديد من الكتب باللغة العربية وبكده أخام الحج عليهم في أنه فعلا من عند الله تعالى وما كان من الكاذبين ولا من المفترين ولكن لم يكن الأمر مجرد التفوق في البلاغة والبيان لكن الأهم هو الإحاطة بعلوم القرآن والتفاضل في الخبرة بدروب الحكمة ومسالك العرفان فإن التفسير الصحيح للقرآن أمر لا يعطيه الله تعالى إلا لمن زكى نفسه وطهرها وكان من الصادقين المطهرين فقد قال تعالى عن القرآن الكريم إنه في كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون ولذلك تحدى سيدنا أحمد عليه السلام جميع المخالفين والمعارضين من الأدباء والعلماء والمولويين إنهم يكتبوا تفسير لصورة الفاتحة وهي سبع آيات في سبعين يوم وذكر سيدنا أحمد إن العلماء يستطيعوا إن إنهم يساعدوا بعضهم بعضا في هذا المجال ولهم أن يستعينوا بالعلماء والأدباء العرب إذا شاءوا ولكن أكد على إنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بتفسير مثل تفسيري بأي حال وإنهم سوف ينهزمون جميعا في هذا النضال وكتب سيدنا أحمد تفسير رائع لصورة الفاتحة وسماه إعجاز المسيح عشان يكون معجزة تفضل دايما شاهدة على فضل الله عليه وعلي إنه فعلا من عند الله تبارك وتعالى إلا علمه وأدبه وأتاه العلم والحكمة وكتب في مقدمته تحدي وجهه للمولويين وغيرهم من العلماء وإن نقتطف بعض ما كتب سيدنا أحمد عليه السلام بنفسه في هذا الشاه فقال ما يلي فحاصلوا القول إن البيانة والمعارفة من معجزاتي وإن مرهفاتي آياتي وكلماتي وكنت دعوت بعض أعدائي لإراءة هذه المعجزة لعل الله يشرح صدورهم أو يجعل لهم نصيبا من نور المعرفة فقلت إن كنتم تنكرون بإعجازي وتصولون عليك الغازي وتظنون أنكم أعطيتم علم القرآن وبلاغة سحبان فتعالوا ندعو شهداءنا وشهداءكم وعلماءنا وعلماءكم ثم نقعد مقابلين ونكتب تفسير صورة مرتقلين منفردين غير مستعينين فما كان أحد منهم أن يقبل الشرط المعروض ويتبع الأمر المفروض ويقعد بحذائي ويملي التفسير كإملائي بل جعلوا يكيدون ليطفئوا النور ويكذبوا المأمور لكن الباطل ما بيحبش يستسلم بسهولة فإذا بواحد من المغرورين دول اللي عايزين يظهروا قدام الناس كأنهم أدباء وفضلاء وهم في الواقع جهلاء وخبساء وكان اسمه المولوي مهر علي راح مدينة لهور اللي بتبعد عن قديان بحوالي 120 كيلو وأعلن أنه بيقبل التحدي وأنه على استعداد أنه يكتب التفسير وكان سيدنا أحمد عايز يروح لهور واستشار بعض أفراد جمعته في موضوع السفر ده فأشاروا عليه بعدم السفر لأن المولويين دول ما كانوش عايزين يعرفوا الحقيقة ولا عايزين يختبروا فعلا مدى صدق سيدنا أحمد عشان يحكموا له أو عليه إنما عايزين بس يظهروا قدام الناس بمظهر العلماء إنما ساعة الجد يطلعوا ألف حجة وحجة يتحججوا بيها علشان يهربوا من التحدي وفعلا اشترت المولوي مهر علي شرط غريب وهو إنهم يتبحثوا أولا قبل كتابة التفسير وبعدين يحكم على المناظرة بينهم واحد من العلماء كان من أشد أعداء سيدنا أحمد عليه السلام وطبعا كان المولوي مهر علي عارف إن سيدنا أحمد مش حيبه للشروط دي يوم هو يشيع بين الناس إن سيدنا أحمد هرب من المواجهة وعلق سيدنا أحمد على تصرف المولوي مهر علي فقال وَمَا حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ إِلَّا قَصْدُ إِفْشَاءِ كَذْبِ هَذَا الْمَكَّارِ فإنه مكر مقرا كبارا وأظهر كأنه من العلماء الكبار وادعى أنه يعلم القرآن وفاق الأقران وحان أن يغلب ويعان وبعدين بيبين سيدنا أحمد الغرب من التفسير ده فبيقول إيه والغرض من تفسيري هذا تفريق الظلام والضياء وإراءة تضوع المسك بحذاء جيفة البيداء وإظهار خدع الخادع ومواساة الرجال والنساء والإشفاق على العمي ومتبع الأهواء وقضاء خطب كان كحق واجب ودين لازم لا يسقط بدون الأداء فهذا هو الأمر الداعي إلى هذه الدعوة مع قلة الفرصة ليكون تفسير القرآن فرقانا بين أهل الهدى وأهل الضلالة ولولا التصلف وتطاول اللسان وإظهار شجاعة الجنان من هذا الجبان لمررت بلغوه مرور الكرام وما جعلته غرض السهام ولكنه هتك سطره بيديه فكان منه ما ورد عليه بعد كده بيشرح سيدنا أحمد أن الشخص اللي وهب الله تعالى القدر على تفسير القرآن بيفرح لما حد يسأله عن معارف القرآن وما يتخضش ويخاف إذا حد سأله عن علوم الفرقان فبيقول إيه ولا يخفى أن القادر على تفسير القرآن يفرح كل الفرح عند السؤال عن بعض معارف الفرقان فإنه يعلم أن وقت إشراق قوكبه جاء وحان أن يعرف ويخزي الأعداء فلا يحزن ولا يغتم إذا دعي لمقابلة ونودي لمناضلة بل يزيل مسارة ويحسبها لنفسه كبشارة أو كتفاؤل لإمارة فإن العالم الفاضل لا يقدر حق قدره إلا بعد رؤية أنوار بدره ولا يخضع له الأعناق بالكلية إلا بعد ظهور جواهره المخفية وبعدين بيبين سبب اختيار تفسير سورة الفتحة بالذات فيقول إيه وإن اخترنا الفاتحة لهذا الامتحان فإنها أم الكتاب ومفتاح الفرقان ومنبع اللؤلؤ والمرجان وكوكنة لطير العرفان حتى أنا العربي منش عارف أقرى الكلام وكوكنة لطير العرفان وليكتب كل منا تفسيرها بعبارة تكون من البلاغة في أقصاها وتنير القلب وتضاهي الشمس في بعض معناها ليرى الناس من اقتعد منا غارب الفصاحة وامتطى مطايا الملاحة وليعرف أديب حداه العقل إلى هذا الأرب ويعلم أديب ساقه الفهم إلى رياض العرب وليضمر كل منا لهذا المراد كل ما عنده من الجياد ويفري كل طريق من الوهاد والنجاد بزادي اليراع والمداد ليشاهد الناس من تداركه العناية الإلهية وأخذ بيده اليد الصمضية ومن كان يزعم نفسه أنه هو العالم الرباني فليس عليه بعزيز أن يكتب تفسير السبع المثاني مع رعاية ملح الأدب وشوالد المعاني ثم إني أرخيت له الزمام كل الإرخاء ووسعت له الكلام لتسهيل الإنشاء وكتبته من قبل في صحيفة أشعتها ونميقة إليه دفعتها أن ذلك الرجل الغمر إن لم يستطع أن يتولى بنفس هذا الأمر فلاه أن يشرك به من العلماء الزمر أو يدعو من العرب طائفة الأدباء أو يطلو من صلحاء قومه همة ودعاء لهذه اللأواء بعدين بتكلم سيدنا أحمد عن نقطة في غاية الأهمية فيقول إن الله تعالى بيهدي قلوب الناس الصالحين وبيأيدهم بروح من عنده ويديهم القدرة على تبيين كلام الله حسب قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وقوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وطبعا لو كان هو والعياذ بالله من الكذبين والدجالين زي ما بيتهم المخالفين والمعارضين ما كانش الله تعالى أنعم عليه بتعليمه معاني القرآن ولكن عرفه عرفه كنوز الحكمة والعرفان اللي موجودة في كتابه العزيز ولذلك بيقول ثم من المسلم أن الله يربي عقول الصالحين ويسعدهم بالهداية إلى طرق الروحانيين ويذكرهم إذا ما ذهلوا معارف كلام الله القدوس وينزل السكينة عند الزلزال على النفوس ويؤيدهم بروح منه ويعضد بالإعانة على الإبانة ويتولى أمورهم ويميزهم بالحصات والرزانة ويصرفهم من السفاهة ويعصمهم من الغواية ويحفظهم في الرواية والدراية فلا يقفون موقف من دم ولا يرون يوم تندم ومنقص ولا تغرب أنوارهم ولا تخرب دارهم منابعهم لا تغور وصنائعهم لا تبور ويؤيدون في كل موطن وينصرون ويرزقون من كل معرفة ومن كل جهل يبعدون ولا يموتون حتى تكمل نفوسهم فإذا كملت فإلى ربهم يرجعون فإن الله نور فيمير إلى النور وعادته البدور إلى المبدور ولما كانت هذه عادة الله بأوليائه وسنته بعباده المنقطعين وأصفيائه لزم أن لا يرى عبده المقبول وجه ذلة ولا ينسب إلى ضعف وعلة عند مقابلة من أهل ملة ويفوق الكل عند تفسير القرآن بأنواع علم ومعرفة وقد قيل إن الولي يخرج من القرآن والقرآن يخرج من الولي وإن خفايا القرآن لا يظهر إلا على الذي ظهر من يدي العليم العلي فإن كان رجل ملك وحده هذا الفهم الممتاز فمثله كمثل رجل أخرج الركاز وما بذل الجهد وما رأى الارتماز فهو ولي الله وشأنه أعظم وذيله أرفع من همز الهماز ولمز اللماز وما أعطي هذا الولي الفاني من معارف القرآن كالجهاز فهو معجزة بل هو أكبر من كل نوع الإعجاز وأي معجزة أعظم من إعجاز قد وقع ظل القرآن وشابه كلام الله في كونه أبعد من طاقة الإنسان وليس هذا الموطن إلا للمتقين ولا تفتح هذه الأبواب إلا للصالحين ولا يمسه إلا الذي كان من المطهرين وإن الله لا يهدي كيد الخائنين أبعدين بيقول إيه ومن لم يعلم القرآن وما أوتي البيان فهو شيطان أو يضاهي الشيطان وما عرف الرحمن وما كان لفاسق أن يبلغ هذه المنية العلية ولو شحد إليها النفس الدنية بل هو يختار طريق الفرار خوفا من هدك الأسرار وظهور العثار وكذلك فعل هذا الرجل الكائد والمزور الصائد فانظروا كيف زور وأرى التهور وقال لبيت الدعوة وما لبى وقال عبيت العسكر للخصام وما عبى وما بارز بالخدع وخبى وإلى جحره أبى وتراءى مخيفا ضعيفا وكان يري نفسه رجلا ببى وأخلد إلى الأرض وشابه الضبى وما صعد وما ثبى وجمع الأوباش وما دعى الربى وحقرني وشتم وسبى وتابع الحيل وما صاف الله وما أحبه وما قطع له العلقة وما جبى وقال إني عالم والآن نجم علمه أذبى وكل ما دبر تبى والحقيقة إنسان يستغرب من هذا الأسلوب العربي الخارق ويتعذب إزاي واحد هندي يقدر يكتب بالأسلوب الرائع ده ومنين جت له المقدرة الفائقة دي على استخدام الكلمات العربية بالشكل البديد وهل يمكن لواحد عربي ما تعلمش من اللغة الإنجليزية إلا مبادئها الأولية وما كانش عايش في بلد بيتكلم اللغة الإنجليزية ولا عمره راح يزور بلد بيتكلم اللغة الإنجليزية ومع ذلك يتحدى الأدباء الإنجليز إنهم يكتبوا قدامه بأسلوب يفوق أسلوب شيكسفير فما بالك بقى إذا كان الشخص بيدعي كذبا إن الله تعالى بيحي إليه هل من المعقول إن الله تعالى ينعم عليه بالمواهب دي ويأيده بالقوى الخارقة دي وهل يقدر المخالفين والمعارضين الجماعة الإسلامية الأحمدية إنهم يقدمون مثل واحد من التاريخ الإسلامي الماضي كله يعيدوا به رأيهم بعدين بيكمل سيدنا أحمد كلامه فيقول إيه وإني ألزمت نفسي أن أكتب تفسيري هذا في إثبات ما أرسلت به من الحضرة وأن أفتح هذه الأبواب بمفاتيح الفاتحة مع لطائف البيان ورعاية الملح الأدبية والتزام الفصاحة العربية ومن المعلوم أن نمق الدقائق الدينية والرموز العلمية والإمادات والإشارات مع توشيح العبارات وترسية الاستعارات والتزام محاسن الكنايات وحسن البيان ولطائف الإيماءات أمر قد عد من المعضلات وخض حسب من المشكلات وما جمع هذين الضدين إلا كتاب الله مظهر الآيات البينات وماح الأباطيل والجهلات وإن الشعراء لا يملكون أعنة هذه الجياد فتنتشر كلماته منتشار الجراد ولكني سألت الله فأعطاني وجئته عطشان فأرواني فنحن الموفقون ونحن المؤيدون توتين الأقلام كأنها السهام أو الحسام ولنا من ربنا كلام تام وظل ضليل فكل رداء نرتديه جميل ولنا جبلة لا تبلغها الجهال وقوة لا تعجزها الأثقال وحال لا تغيرها الأحوال ورب لا ترد من حضرته الآمال فحاصل الكلام إني من الله وكلامي من هذا العلام وإني كتبت دعواي ودلائلها في هذا الكتاب لأسعف الخصم بحاجته وأنجيه من الاضطراب فإن الخصم كان يدعوني إلى المباحثات بعدما دعوته لنمق التفسير في حلل البلاغة ومحاسن الاستعارات فلما لويت عذاري وتصديت الاعتذاري من المناظرات حمل إنكاري على فراري من هذه الغزاة وما كان هذا إلا كيدا منه وحيلة للنجاة ليستعصم من اللائمين واللائمات وكان يعلم أن إعراضي كان لعهد سبق وما كنت كعبد أبق ولكنه طلب الفرار بهذه المعاذير الكاذبة لعل الناس يفهمونه بطل المرمار ومتم الحجة فأردنا الآن أن نعطيه ما سأل ولا نرده بالحرمان ونجلّي مطلع صدقنا بنور البرهان ونقطع معاذيره كلها بسيف البيان لعل الله يجلو به صدق الأذهان ويفهم ما لم يفهموه قبل هذا الميدان فهذا هو السبب الموجب لنمق الدعوة والدلائل لألا يبقى عزر للسائل وإن هذا التفسير جمع المباحثات مع اللطائف والنكات فاليوم أدرك الخصم كل ما طلب منا في حلل المناظرات مع أنه ترك طرق الديانات وتصدى للأمر بأنواع الاهتضام والخيانات وبقي ديننا فعليه أن يقضي الدين كرد الأمانات وإني عاهدت الله أن لن أحضر مواطن المباحثات وأشعت هذا العهد في التأليفات فما كان لي أن أنكث العهود وأعصي الرب الودود فلأجل ذلك أغلقت هذا الباب وما حضرت الخصم للبحث ولو عيبني وارتاب وإني كلمته كالخليط فكلمني بالتخليط وقد دعوته من قبل ففر من شوكتي ثم دعوت فهابه هيبتي وهذه ثالثة ليتم عليه حجة الله وحجته إنه مال إلى الزمر ومنا إلى الزمار وإن المعارف منا كبعوث جمروا على الثغور من قبل ملك الديار ثم أعلموا أن رسالة هذه آية من آيات الله رب العالمين وتبصرة لقوم طالبين وإنها من ربي حجة قاطعة وبرهان مبين كذلك ليذيق الأفاكين قليلا من جزاء ذنوبهم ويري الناس ما ترشح من ذنوبهم ويجنبهم بمعجزة قاهرة ويزيل اتجاع الأمن من جنوبهم ويستأصل راحة كاذبة من قلوبهم والحق والحق أقول إن هذا كلام كأنه حسام وإنه قطع كل نزاع وما بقي بعده خصام ومن كان يظن أنه فصيح وعنده كلام كأنه بدر تام فليأتي بمثله والصمت عليه حرام وإن اجتمع آباؤهم وأبناؤهم وأكفاؤهم وعلماؤهم وحكماؤهم وفقهاؤهم على أن يأتوا بمثل هذا التفسير في هذا المدى القليل الحقير لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض كالظهير فإني دعوت لذلك وإن دعائي مستجاب فلن تقدر على جوابه كتاب لا شيوخ ولا شاب وإنه كنز المعارف ومدينتها وماء الحقائق وطينتها وقد جاء ألطف صنعا وأرق نسجا وأكثر حكما وأشرف لفظا وأقل كلما وأوفر معنا وأجلى بيانا وأسنى شأنا وما كتبته من حولي وإني ضعيف وكمثلي قولي بل الله وألطافه أغلاق خزائنه ومن عنده أسرار دفائنه جمعت فيه أنواع المعارف ورتبته وصففت شوارد النكات وألجمته من عرفه عرف القرآن ومن حسبه كذبا فقدمان فيه باكورة العرفان ودقائق الفاتحة والفرقان فيه بلاد الأسرار وحصونها وسهل الحقائق وحزونها وعيون البصيرة وعيونها وخيل البراهين ومتونها وذلك من بركات أم الكتاب أم الكتاب وما اطلعت عليها إلا بعد تفهيم ربي التواب فإنها سورة لا تطوى عرصتها بإنضاء المراكب ولا يبلغ نورها نور الكواكب ولما كان الظالمون نسبوني إلى الهزيمة أعوزني فريتهم هذه إلى تفسير سورة الفاتحة لأخلص نفسي من النواجد والأنياب فإن صول الكلاب أهون من صول المفتر الكذاب وهذا من فضل الله ورحمته ليكون آية للمؤمنين وحسرة على المنكرين وحجة على كل خصم إلى يوم الدين وهدى للمتقين وليعلم الناس أن الفوز بصدق المقال لا بالتصلف كالجهال والفتحة بطهارة البال لا بعذرة الأقوال التي هي كالأبوال وصلاح الحال بسلاح العلم والكمال لا بالاحتيال والاختيال ورصدوا مواضعها كالصائد وإن هو إلا من أحكم الحاكمين وينصر من يشاء ويكفر الصالحين فيندمر جريحهم ويستريح طليحهم ولا تركد ريحهم ولا تخمد مصابيحهم ومنصوره يملأ من علم الفرقان ورسان العرب كما يملأ الدلو إلى عقد الكرب وإنه أنا ولا فخر وإن دعائي يذيب الصخر وإن يوم هذا يوم الفتح ويوم الضياء بعد الليلة الليلة اليوم خرس الذين كانوا يهذرون وغلت أيديهم إلى يوم يبعثون وكنت أطوف حول هذه الأوراق كسائل يطوف في السكة والأسواق فأراني الله ما أراني وسقاني ما سقاني فوافيت دروبها كما هداني وأعطي لي ما سألت وفتح علي فحللت وكل ما رقمت فهو من أنفاس العلام لا من أفراس الأقلام وبيكمل بعد كده فيقول ووالله إني ما قدرت على هذا بقريحة وقادة بل بفضل من الله وسعادة وإن هذه المخدرة ما سفرت عن وجهها بيدي القصيرة ولكن بفضل الله وعناياته الكثيرة فإنه رأى الإسلام كسقيم في موما فيه رمق حياة ساقطا على صلاة على صلاة ككظائف فلوات وعلاه صغار وعليه أطمار فأدركه كإدراك عهاد لسنة جماد ورحد وجهه وأزال وسخمئين وصب عليه الماء المعين فبعث عبدا من عباده لإتمام الحجة وأودع كلامه إعجازا ليكون ظلا للمعجزة النبوية عليه ألوف الصلاة والتحية ولا يمس منه منقصة شأن كلام رب الكائنات فإن الكرامات أضلال للمعجزات وكذلك دمر الله كلما دمر العدى كالصائد وهدم كلما بنوا من المكائد وأطل كلما حققوا مكيدة وأخر كلما قدموا حربة وعطل كلما نصبوا حيلة وهدم كلما أشادوا بروجا مشيدة وأطفأ كلما أوقدوا نارا وأغلق الدروب كلما أرادوا فرارا فما كان بوسعهم أن يبارزوا كأبطال المدمار أو يخرجوا من هذا السجن بتسور الخنادق والأسوار وما قدموا قدما إلا رجعوا بأنواع النكال حتى جاء وقت هذا التفسير الذي هو آخر نبل من النبال وإنا كملناه بفضل الله ذي الجلال وجاء أرسى وأرسخ من الجبال وصار كحصن حصين بني بالأحجار الثقال وإنه بلغ حد الإعجاز من الله الفعال وإنه محفوظ من قصد العدو المتحور الضال وانتصفنا به من العدى بعض الانتصاف وكسرنا خياما ضربوها وقبابا نصبوها في المصاف وكان هذا الأمر صعبا ولكن الله ألان لي شديدا وأدنا إلي بعيدا ونقل العدو من السعة إلى المضايق وأعمى أبصاره وصرف همته عن العلوم الحقائق وألقى الرعب في قلوبهم وأخذهم بذنوبهم فنبذوا سلاحهم وتركوا لقاحهم وأنفدوا وجاحهم وقودوا قبابهم ونثلوا جعابهم ونفضوا جرابهم وأروا من العجز أنيابهم وأذن لهم أن يأتوا بجميع جنودهم من خيلها ورجلها وحفلها وجحفلها وزمرها وقوافلها فصاروا كميت مقبور أو زيت سراج احترق وما بقي معه من نور وسكتنا من بارز من صغيرهم وكبيرهم وأوكفنا من نهق من حميرهم فما كانوا أن يتحركوا من المكان أو يميلوا من السنة إلى السنان بل جربنا من شرخ الزمن إلى هذا الزمان أن هؤلاء لا يستطيعون أن يبارزون في الميدان وليس فيهم إلا السب والشتم قاعدين في الحجرات كالنسوان يفرون من كل مأزق ويتراء أطمارهم من تحت يلمق ثم لا يقرون ولا يتندمون ولا يتقون الله ولا يرجعون فهذا التفسير عليه سهم من سهام وكلم بكلام لعلهم يتنبهون وإلى الله يتوبون وإني أريت مبشرة في ليلة الثلاثاء إذ دعوت الله أن يجعله معجزة للعلماء ودعوت أن لا يقدر على مثله أحد من الأدباء ولا يعطى لهم قدرة على الإنشاء فأجيب دعائي في تلك الليلة المباركة من حضرة الكبرياء وبشرني ربي وقال منعه مانع من السماء ففهمت أنه يشير إلى أن العدى لا يقدرون عليه ولا يأتون بمثله ولا كصفتيه وكانت هذه البشارة من الله المنان في العشر الآخر من رمضان الذي أنزل فيه القرآن ثم بعد ذلك كتب فيه هذا التفسير بعون الله القدير وبعدين بيدعو الله تعالى بهذا الدعاء الجميل ربي جعل أفئدة من الناس تهوي إليه واجعله كتابا مباركا وأنزل بركات من لدنك عليه فإنا توكلنا عليك فانصرنا من عندك وأيدنا بيديك وكفل أمرنا كما كفلت السابقين من الصالحين واستجب هذه الدعوات كلها وإنا جئناك متضرعين فكن لنا في الدنيا والدين آمين وهكذا كان التحدي واضح بيقول إيه؟ بيقول وإني اجتمع آباؤهم وأبناؤهم وأكفاؤهم وعلماؤهم وحكماؤهم وفقهاؤهم على أن يأتوا بمثل هذا التفسير في هذا المدى القليل الحقير لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض كالظهير فإني دعوت لذلك وإن دعائي مستجاب فهل يمكن للكذبين والدجالين والمفترين على الله الكذب أنهم يتحدوا أقوامهم بتحدي زيدة؟ وهل حضرات المخالفين والمعارضين للجماعة الإسلامية الأحمدية يقدروا يقدموا مثال لواحد من الكذبين والدجالين والمفترين يتحدى قومه بهذه القوة وبهذا اليقين؟ وغني عن البيان طبعا أننا نقول أن ما فيش حد تجرأ على قبول التحدي لا من علماء الهند ولا من العرب وانطبع المتنشر الكتاب الفريد ده خلال سبعين يوم في رمضان سنة 1318 هجريا الموافق شهر فبراير شباط سنة 1901 يعني في العام الأول من القرن العشرين ومع ذلك فالقرن انتهى وما زال التحدي موجود وما زال فشل الخالفين واضح ومرصود وحيفضل كذلك إلى يوم الدين لأن الله تعالى بيخزي الكذبين والمفترين وبينصر عباده الصادقين المخلصين فهل بعد كده يبقى في شك في صدق الإمام المهدي إمام المتقين الصادقين؟ وإلى أن نلتقي مرة أخرى لكم مني أفضل الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته